فاطمة الفهرية امرأة جمعت بين الزهد والغنى وأسست أقدم وأول جامعة في العالم السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم ربما لا يعرف كثيرون أن أقدم وأول جامعة في العالم توجد في المغرب ربما لا يعرف كثيرون أيضا أن من بناها فعلا وبدل المال هي امرأة امرأة قدمت إلى المغرب طفلة من تونس ورثت عن أبيها مالا كثيرا لم تفكر كثيرا أين ستضعوه فالتدين والورع والزهد في الدنيا حددوا منذ البدء ما ستفعل به بناء جامع جامع كبير أصبح مع الوقت جامعة درست فيها أسماء وقامات علمية كبيرة ولدت فاطمة الفهرية الملقبة بأم البنين واسمها الكامل فاطمة بنت محمد الفهرية القراشية بمدينة القيروان في تونس بعض المصادر التاريخية ترجح أن يكون ذلك مع بداية القرن التام للميلاد وتعد فاطمة غصنا في شجرة تمتد جذورها إلى عقب بن نافع الفهري فاتح تونس ومؤسس مدينة القيروان لم تسهب المصادر التاريخية في ذكر الكثير عن صباب فاطمة الفهرية ذلك أنه قبل ذلك لم تكن شيئا في التاريخ بعد عدا أنها نزحت وهي فتاة صغيرة بجانب عائلتها وكثير من التونسيين من مدينة القيروان إلى مدينة فاس المغربية تحديدا عدوة القرويين وذلك في عاد حكم إدريس الثاني اختارت فاطمة الفهرية فاس مستقرا دائما لها بعد أن طاب المقام فيها فتزوجت هناك وكان لأبيها وزوجها مال كثير غير أنه لم تمضي سنوات كثيرة حتى توفي الأب والزوج وأخ الله فورثت فاطمة بجانب أختها مريم وحيدتي أبيهما كل ماله إضافة إلى مال زوجها فأغضقت عليهم الدنيا بالتراء كان لتربية محمد بن عبد الله الفهري الدينية لابنته فضل كبير عليهما فقد تميزتها عند الناس بالورع والزود في الدنيا والرغبة في التقرب من الله هكذا حين توفي وورثت عنه تروى طائلة ثم وجدت أن المسجد الذي يصلي فيه المسلمون ضيق رأت ضرورة بناء مسجدين قادرين على لم المسلمين جميعا للصلاة فبنت فاطمة جامع القرويين في فاس فيما بنت مريم جامع الأندلس في المدينة نفسها دائما وتذكر بعض المراجع التاريخية أن فاطمة اشترت أردن بجانب بيتها من رجل ينتمي لقبيلة هواره كان قد أقطعه إياها الأمير ثم سخرت مالها من أجل بناء مسجد عليها كان ذلك في فاتح رمضان من سنة 859 للميلاد وحلفت منذ ذلك اليوم أن لا تفطر يوما وأن تظل صائمة إلى أن ينتهي بنائه يشير المؤرخ عبدالهادي التازي في رسالته لنيل الدكتوراه إلى أن حفر أساس مسجد القرويين والأخذ في أمر بنائه الأول كان بمطالعة العاهلة الإدريسي يحياء الأول وأن أم البنين فاطمة الفهرية هي التي تطوعت ببنائه وظلت صائمة محتبسة إلى أن انتهت أعمال البناء وصلت في المسجد شكرا لله من جهته يذكر المؤرخ التونسي حسن حسني عبدالوهاب في كتابه شهيرات التونسيات أن فاطمة التزمت أن لا تأخذ التراب وغيره من مادة البناء إلا من نفس الأرض التي اشترتها دون غيرها فحفرت كهوفا في أعماقها وأخذت تستخرج الرمل الأصفر الجيد والجبس والحجر لتبني به تحريا منها أن لا تدخل شبهة في تشهيد المسجد بناء جامع القرويين انتهى سنة 876 للميلاد أي بعد 17 عاما من أول يوم شرع في بنائه ولم تمر بعد ذلك سوى سنتين أو أكثر قليلا حتى توفيت فاطمة الفهرية وتذكر بعض المصادر أنها أسلمت روحها لله بين عامي 878 و 880 للميلاد الحديث عن فاطمة الفهرية هو حديث بالضرورة عن جامع القرويين فلا تكاد تذكر دون ذكره ولا يذكر دون ذكرها ولعل فاطمة حينما فكرت في بنائه لم يكن يدور بخلدها أن جامعها هذا سيصير مع مرور السنين وتعاقب الأزمنة أقدم جامعة في العالم وفق العديد من المصادر التاريخية المختصة يشير المؤرخ عبدالهادي التازي في كتابه جامعة القرويين المسجد والجامعة بمدينة فاس إلى أن حيازة جامعة القرويين لأوقاف جعلته مستقلا ماليا عن خزينة الدولة بل إن الدولة اقترضت في مراحل تاريخية مختلفة من خزينة جامعة القرويين التي أفاضت منها على سائر مساجد فاس وصرت أوقافها الزائدة حتى المسجد الأقصى بالقدس وحتى الحرمين الشريفين مكة المكرمة والمدينة المنورة في ذكر فضلها على الملوك يقول المؤرخ ابن خلدون فكأنما نبهت عزائم الملوك بعدها وهذا فضل يؤتيه لمن يشاء من عباده الصالحين والواقع أننا نفهم ذلك مما ورد في كتاب فاس عاصمة الأدارسة لصاحبه محمد المنتصر بالله الكتاني وعلى مر الظهور والأعوام تنافس الملوك والدول في توسيع بنائه ورصد الأموال للقيام به فزاد فيه أيام الدولة الزناتية أميرها أحمد بن أبي بكر من خمس الغنائم عام 345 للهجرة وزاد فيه أيام الدولة المرابطية علي بن يوسف بن تاشفين ثم لم يزل يوسع ويجدد وتزداد أوقافه أيام دولة الموحدين ودولة المرينيين إلى أيام دولتنا العلوية الحاضرة الحقيقة أن فاطمة الفهرية حسب بعض المراجع التاريخية لم تكن السبب المباشر في تطوير الجامع إلى جامعة إذ أن ذلك بدأ في عهد المرابطين حيث اتخذ علماء كتر الجامعة مقرا لدروسهم ثم صار الأمر أكثر جدية في عهد المرينيين ذلك أنه حين ذاك ستبنى مدارس حول الجامع وسيتعزز موازات بكراس علمية وبخزانات كتب ووطائق مهمة هكذا أصبح إذن جامعة القرويين الذي بنته فاطمة الفهرية بمالها وساعديها أول جامعة في العالم درست فيها على مدى تاريخ وجودها الضارب في القدم قامات وأعلام شهيرة من قبيل ابن خلدون وابن رشد وموسى بن ميمون والشريف الإدريسي وغيرهم كثيرون جدا شكرا لكم على المشاهدة لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد دمتم بخير وإلى اللقاء اشتركوا في القناة